بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على استاذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم عزائي الطرطة وطريبات اه واولاء مرصف السادس اللي بتدي اللغات معكم من قناة ذاكرة اللي حسابه. مثل النهاردة ان شاء الله هناخد اه اللي هو ان شاء الله يكون واحدة سهلة جدا وبساطة جدا ما فيش في اي حاجة صعبة. عندنا اللي هو اه ده بعبارة عن خط كده بيبقى فيه رقم فوق بيبقى فيه رقم تحت. زي ده كده. الرقم اللي فوق ده اقول الابني ده اسمه اسمه والرقم اللي تحت ده اسمه يبقى يبقى الرقم اللي فوق لازم من يعرف اسمه نوموريتور والرقم اللي تحت اسمه اه دينومونيتور يبقى اسمه والرقم اللي فوق اسمه نوموريتور. طيب بعد كده هنخش على ادي نوموريتور. ايها صح ايها صح ايها صح ايها صح ايها دي اسمها ثيرد ثيرد اسمها فورث اخيراتي اتش وكوارتر دي اكتر واحدة بتيجي يعني المتعرف عليه كوارتر لما يجي مثلا انتسرية وهنا فور تحت يبقى اسمها ثري كوارتر طب فور يبقى فايف كوارتر طب سيكس كوارتر طيب دي اسمها تو ضي 해주 Sam أو اقول تو الركب اللي تحت ده يبقى اخره تي اسمها خلاص طيم هنا فايف سيكس سيفين تانس طيب. اه هنا بقى عايزين نكتب بتاعنا. سهل جدا. اعمل كم واحد متلون. الياه وكلهم كام. هنا برضو كم واحد متلون هنا وكلهم كام وهناخد فيما بعد ان تبديل كم واحد متلون وكلهم كام وهنا كم واحد متلون هنا التو وكلهم وان تو سري فور فايف سيكس. وهكذا ما مشفاها اي مشكلة ديت. طيب هنا بيقول لي سري ففسز سري ففسز اه اه. وا اي او وان سيرد وان سيرد اه. سري فارسز سري فارسز اه. اوكي. اه. 1 over 2 quarters 1 over 4 1 8 is the 1 double cata 4 1 will 8 is the end game game in rqm 8 5 you have the cata 4 with 6 is game in rqm 6 4 to cata 4 with 7 is game in rqm 7 3 by 3 to cata 4 10 is even 10 to the cata 4 third is game in rqm 3 4 to cata 4 9 is the cata 9 5 to cata 5 8 is game in rqm 8 7 here 7 will 8 game in rqm 8 is umمكن على فكرة يعكس ممكن يعكس يعني يعني ممكن يقول ايه force 2 force 2 اه يبقى تولية الرقم العديد الكتب فوق والفورس لا تكتب تحت يبقى الابني لازم نخلي بالو اه كده وطبعا دي اقوال سيكس 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 فوق والفورس دي اه الابني بولاك رايت ايجي فراكشنز ان واردوس ده طبعا هنكتبها بالايه باللاترز طبعا تجيبها واتول سيرد وكوارترز واتول سيرد وكوارترز واتول ده المهم يعني هو ده المهم اللي فيه اولياء امور اتصلوا علي وبعتهولي يقولي السؤال ده احنا مش عارفين نحلو اه اول حاجة يعني ابني لازم نكون حافز جدا 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 يعني مش حافزه مش عافي حل طيب فيه طريقة سهلة وبسيطة ما فيش فيه اي مشكلة وان شاء الله لو الولد حافز جاد ولد ضرب بازن الله المسألة دات هتبقى بالنسبة له سهلة جدا طيب انحلات زي اول حاجة اقول له بناخد الرقمين اللي قصد بعض بناخد الرقمين اللي قصد بعض يعني الوان دي قصدها نقط والتو دي قصدها سكس صح ولا لأ صح يبقى لازم ان يعرف الاول هيبدأ منين باخد الرقمين اللي قصد بعض هنا التو وهنا سكس اقول له ابدأ من الصغير طبعا تو تايمز ايه التو بتتضرب في ايه عشان يديني في الاخر سكس هو ممكن ويعني اه ها اه يعني احتمال يفتكر ان انت اصدق اقول له تو باي سكس لا قل له لا يا حبيبي انا بقول لك بتتضرب في ايه عشان في الاخر يديني سكس طبعا هيقل يفكر فيقول لك سري قل له تمام اكتبك لو بخطس غنطة كلاوات واقول ادرب دف 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 بس مسال خلصة يبقى اخد رقم لقصد بعض هنا سري وهنا تولف سري باي ايه يديني تولف سري باي فور يبقى تو دي بردو هتتضرب في الفور 2 باي فور مش 2 باي ايه يديني فور لق 2 هتتضرب في الفور يديني 8 5 multiply something equal to 10 يبقى 2 2 هتتضرب في 3 تبقى 6 9 هتتضرب في A عشان يديني 18 9 multiply 9 multiply 2 2 ديبقى تتضرب في 2 دي equal to A 4 5 multiply A عشان يديني في الآخر 20 5 تتضرب في A عشان يديني في الآخر 20 تتضرب في 4 يبقى 4 ديات برضو هتتضرب في 8 يديني إيه 32 باخد الرقمين اللقصات بعض لهم مين 2 وال12 2 multiply A يديني 12 يبقى 6 6 دي تتضرب في 7 يبقى equal to 42 المسائل ده مهمة أو مهمة بتيكتير أو بتيكتير مش هنقول مش مهمة وصعبة لا بتيكة فعلا بتيكة هاخد الفور مع 20 باخد الرقم اللقصات بعض يبقى 5 يبقى 3 ديات ضرب في 5 وحكذا كل المسائل دي بتقول يا مستر ماشي تمام والحمد لله حالينا مسألة دي وكده بقى التمام التمام تب دي بقى دي ممكن تيجي دي برضو ممكن تيجي اه طيب تحلز زي برضو نفس الكلام بس هي عبارة عن مسألتين في بعض زي ما يكون مسلا ايه اه اخين توقم بس بس هي الفكرة هي هيها برضو هاخد رقمين لقصة بعض مع مين مع الايه 2 1 دي بقى تتضرب في 1 2 تبريها مستر تحلز زي انا ام حاجة عندي ده ده الاساس بتاع المسألة ودي برضو اخد رقمين لقصة بعض دي وراء كان موجودة اه 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 خلاص احنا 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 اطلبنا عليه بس طبعا واعقول له كده لا اعملنا في المتحان دي شتب عليها فعلا اخد رقم الفكرة اخد رقمي وقصة بعض من المين 1 مال ooh 1 by a 10 6 ا disponب 2 انا س س 3 1 2 1 2 اخد 5 1 5 30 50 50 50 هنا بردو بيقولي ايه. دي برضو. دي بردو.πεرضو ا busca اكتشفه البيه動画. وديه برضو نفس الكلام. ده برضو نفس الكلام. تمام? ده كل التمرين ده زي ما هو. طبعا بس هنا الاختلاف بقى. طبعا او هنا من اول هنا. يبقى الرقم على نفسه برضو ايت اوبر ايت. هنا الون اي رقم على نفسه يدينه في الفراكشنز بالزات. لما اقول مسلا محمد على محمد يديني اي حاجة على نفسه يديني اي حاجة على نفسه يديني خالص لا برضو هي نفس دي بس مكبر انام حاجة هو عايز دي واخد دي الاساس دي برضو هدرب في الون ايكوال سكس دي اخد دي معدي لان الرقمين القصد بعض ايت ايت ده هدرب في ايت سكستين اخد دي معدي وان بقى ايه ديني تن? تن. التن دي اضرب في التو يبقى وهكزة. طب هتقول اي دي? يعني حتى اي فراكشنز من عندك. يعني هجيب اي فراكشنز. اختارع يعني? لأ. هتضرب رقم دوت مسلا الفوق واللي تحت في رقم يعني هو نفس الرقم. يعني مسلا في الفايف هنا وفايف هنا. وان باي فايف فايف. وطو باي فايف تن. ضربت اللي فوق لازم تضرب اللي تحت. هتقول اي دي هي هي هنا. موجودة هنا. خلاص اضرب في مسلا اضرب في التو. وان باي تو تو. وطو باي تو فور. باي تو افر فور. ان اتشوف زا فولوينج. رايت ان اكوال فراكشنز تو زا جيفن وان. يعني اكتب فراكشنز يكون قدي ده. كون اكتب قدي برضو اضرب رقم من عندك. فوق وتحت. زي من مسلا اضرب 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 كله في تو. عشان يبقى دي. وان باي تو تو. وتو باي فايف تن. ده ادي اه ده ادي. التو اوبر تن. هي هي ايوة. لو انت اسمت على التو دفايدن جيتو. هتلا مطلع لك نفس الفراكشنز. برضو اضرب ده في تو. وان باي تو تو. تو باي ماين اقوال زا اتين. سري باي تو سيكس. فور باي تو ايت. او ممكن اضرب اي رقم. بس خلاته عشان تبقى بسطة بنسباله. فاي باي تو تن. ايد باي تو ايد باي تو فور. وسبن باي تو فورتين وهكزا. برضو ده نفس الشيء. هاضرب برضو. هاضرب في تو واضرب في سري بس. بس. بس او جايب لك اتنين بس. وان باي تو تو. وسري باي تو سكس. اضرب في سري بقى. وان باي سري سري. اضرب دي برضو في سري بس هضرب دفتو واضرب دف ايه في سري ان شاء الله هنكمل الحصة القادمة يا رب اه اعتمان ان كنتوا اه فهمتوا الفكرة ازاي وبنراحة على الاولاد ولازم ان يحفظ جاند الضرب عشان ومش حافظ جاند الضرب مش هيا في حل حاجة. شوفوا بخير بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.